بساء الخير أرقام ومشهد يستحق التوقف وزير المالية أمام مجلس النواب وأرقام عن ميزانية التعاينات الجديدة في الحكومة فاكرين أفلام زمان لما كان الشاب من دول كده يخلص الجامعة ويقعد مستني جواب القوى العاملة عشان يتعاين كده في الحكومة وخلاص على كده ده واضع كان موجود زمان وساعد الواضع ده على أنه ثقافة انفتك الميري اتمرغ في ترابو تنتشر لكن الوضع ده تغير وتغيرت مع أفكار الشباب وبقى لاتجاه للشغل في القطاع الخاص أكتر من الأول بكثير لأنه كمان ما فيش بديل أصلا ما فيش دولة تقدر تعاين كل الخريجين بتحها في المصالح الحكومية بتاعتها خصوصا لو سكان هذه الدولة بيزيدوا كل سنة قد سكان دول تانية صغيرة عشان كده كلام وزير المالية النهاردة عن تشجيع القطاع الخاص كلام مهم جدا كلام بيترجم توجيهات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية لما كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة وده كجزء من توجه عام لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في كل جهود التنمية طبعا التنمية معناها توفير فرص عمل أكتر دي أهم مجالات التنمية بس كمان بقى لازم موضوع زيادة السكانية حل لأنه أكيد 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 إن ده عبء كبير جدا علينا كلنا أنتم متخيلين كده حضراتكم كان فرصة عمل زيادة مطلوبة كل سنة طيب كان مستشفى كان مدرسة لازم نبنيها؟ أنا بفكر في الموضوع ده عملت سيرج كده شفت عدد المدارس اللي بتبنيها الحكومة البريطانية كل سنة يعني سألت نفسي السؤال ده قلت طب يعني هم في بريطانيا مثلا الحكومة هناك بتبني كم مدرسة كل سنة تخيلوا النتيجة كانت إيه؟ تقولوا كده حد من حضراتكم كده يفكر يقول رقم صفر لأ مش بس كده ده كمان عدد المدارس اللي خلال عشر سنين أساسا في بريطانيا يعني في عشرين عشرة في سنة 2010 كانوا 32750 مدرسة في 2020 نقصوا لـ 32136 مدرسة ليه؟ عشان نجاوب على السؤال ده نشوف معدل الزيادة السكان نشوف عدل الزيادة السكانية عندهم المعدل ستة من عشرة في المية بس ستة من عشرة يعني أقل أساسا من الوحد الصحيح يعني إحنا لو فكرنا طب إحنا يعني كم في المية؟ لا إحنا اتنين في المية يعني أكتر من الضعف ده بقى في الوقت اللي في دول تانية مشكلتها الأساسان سكانها بيقلوا زي اليابان اللي بيدوروا أصلا دلوقتي على حلول علشان يزودوا عدد سكانهم وإلا هنقاردوا أصلا مش عارفة حكمة ربنا بقى نعمل إيه لكن إحنا بجد أكيد نحتاجين حل جزري الموضوع ده عشان نفكر كده ناخد نفسنا ونحل مشاكلنا ونبني بقى مستعبالنا مصر جديدة أهلا بيكو